سلام عليكم ازايكم عاملين ايه كل سنة وانتم بألف خير عملنا مع بعض الكحك والبسكوت والغريبة والبتفور النهاردة هنعمل احلى بسكوت قهوة او كوكز القهوة بيكون على شكل حبة البن طعمه حلو قوي والشكل ما شاء الله مكوناته بسيطة جدا وسكره مزبوط مش ممرر ومقرمش جدا وخفيف مع كباية قهوة او شاي لان اللي بيعشق القهوة وبيحبها هيحب بسكوت القهوة طعم حكاية ومميز جدا بجد الله الله على الجمال من كتر حلوطه وطعمه الجميل هتاكل سوابعك وراه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه مع صحابك وحبيبكو وتكتبوا تعليق حلوة كده البسبوسة وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوا قناة بسبوسة قبل ما نبتجي في الوصفة لازم نسمي ونصلي على الحبيب المصطفى مكونات بسكوت القهوة بسيطة جدا وسهلة اول حاجة معايا 155 جرام من الدقيق يعني كباية ومعلقتين كبار 90 جرام من السكر البودر يعني كباية الا ربع 15 جرام كاكاو يعني معلقتين كبار معايا 100 جرام من الزبدة ممكن تستعملي سمنة بدل الزبدة الوصفة دي ينفع فيها السمنة وينفع فيها الزبدة يعني نص كباية معايا 7 جرام من النسكة فيه يعني معلقتين كبار 30 جرام من النشا معلقتين كبار 15 ملي من اللبن بس لازم يكون سخ عشان هدوف فيه النسكة فيه معلقتين كبار صفار بيضة انا هشيل البياض لأي وصفة هنعملها مع بعض وحاخد الصفار ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر يعني 3 جرام احط البودر على دي بعد كده احط النسكة فيه على اللبن السخن وادوبه كويس وبعد كده اركنه على جنب ابتجي ازود باقي المكونات الجفة اللي موجودة معانا اول حاجة النشا هبتدي انخله عشان بيكون فيه ساعات تكتلات ادي ايه انا نخلاه في الاول لان نخل المكونات الجفة بيخلي البسكوتة هشة وخفيفة ومش مكتومة انخل الكاكاو عشان اتخلص من اي تكتلات موجودة فيه لان ساعات الكاكاو بيكون فيه تكتلات اقل بدي بكل المكونات اللي ضفناها عليه عشان يختلطوا ببعد بعد كده هزود رشة ملح صغيرة على الدي لازم رشة الملح في كل المعجنات والحلويات بعد كده اخلطهم مع بعض واركنوا على جنب نجيب بولا تكون كبيرة شوية بعد كده هحط فيها الزبدة الزبدة بتكون طرية شوية يعني مسأها بعد كده حطت عليها السكر البودر لازم انخل السكر البودر وانا قلت في الفيديوهات كلها اللي قابل كده لازم نخل السكر البودر عشان بيكون فيه تكتلات مهما ما تضربي في الزبدة والسكر التكتلات دي مش هتفك معنا ولا هتختفي بعد ما ضربت الزبدة والسكر وهاشت معنا ولونها فتح وبيضي بالشكل ده هبتجي ازود صفاري البيضة وقديها ضربة واول ما يختفي صفاري البيض هبتجي ازود الناس كفية كده تمام اختفى معنا صفار البيت هبتدي ازود الناس كافية زي ما انتو شايفين داب معانا كويس لازم تكوني متأكدة ان الناس كافية داب كويس عشان ما يكونش في العجينة اي حبيبات من الناس كافية بعد كده اديها ضربة حلوة زي ما انتو شايفين في المرحلة دي اديها تقليبة من فوق لتحت عشان لو في حاجة ما دابتش معانا بعد كده هبتدي ازود الدي كل المكونات اللي ضفناها على الدي ابتدي ازوده على العجينة بالشكل ده اديله تقليبة الاول بالمعلقة وبعد كده هبتدي اقلبه بايداية لاني عجينة تلبس كوت ما بتتعجنش يا دوب بتتلمي بس بصوابع ايدينا شايفين العجينة انا بلمها بصوابع ازاي لحد ما تتكون وما يكونش اثر لدي اي بسم الله ما شاء الله العجينة طرية معايا مش نشفة كده هتتشكل معانا بكل سهولة لو الجو حار دخليها التلاجة لمدة ربع ساعة وبعد كده شكليها لكن احنا دلوقتي الجو بارد فهنشكلها على طول اخدت قطعة صغيرة من العجينة وزنها 10 جرام يعني اكبر من البلية شوية ولو عندك معلقة صغيرة ممكن تشكلي بيها او بالنظر كده ممكن تاخد قطعة وتشكليها نكورها وبعدين نشكلها شايفين العجينة طرية ازاي وملمسها نعم بدهر السكينة نعمل خط بسيط ما تضغطيش قوي عشان الفتحة ساعة السوى ما تزيدش معانا شكلها زي حبيبات البل لتحفة بجد وشكلها عصولة وكيوت قوي لو حسيت ان العجينة نشفة معيك زوجي معلقة صغيرة من الزبدة وخلطيها حتطر معيك العجينة ولو العجينة طرية زوجي معلقة كبيرة من الديق وخلطيها بس زودت دي بالتدريج لحت العجينة ما تتزبط معيك عملت شكل تاني من بسكوت القهوة عملت بالسكينة على شكل نجمة وعملت اشكال تانية كتير استنى اللي فاتت في فيديو بسكوت القهوة هتلاقوا كل الاشكال موجودة ارجعوا للفيديو وحتشوفوا اشكال حلوة كتير رصيت بسكوت القهوة في الصنية من غير ما دهنها اي حاجة يعني رصيت البسكوت على طول بعد ما شكلنا البسكوت لو لقيت الجو حر غطي الصنية ودخليها التلاجة حوالي ربع ساعة او نص ساعة عشان الزبدة ما تشحش معنا والبسكوت هتفرش معيك في الفرن لكن احنا دلوقتي الجو برد فهتدخليها الفرن على طول بسكوت القهوة بدأت خلوا الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 20 ديئة مدة السوة ممكن تزيد او دقل ده على حسب نوع فرنك اهم حاجة ترقبه عشان ما يتحرقش منك واول ما يخرج حرق البسكوت عشان ما يلزقش في الصنية وفي نفس الوقت لما تجي تخرج البسكوتة هتتكسر معيك فلازم تحرقيه اول ما يخرج من الفرن بعد كده تسيبيه لحد ما يبرد البسكوت برد معنا بسم الله ما شاء الله اكيد شايفين كل الاشكال وشايفين الارمشة انا كسرت واحدة معيكو عشان تشوفوه خفيفة وهشة البسكوتة وصراحة وطعمها طحفة ولا ريحتها ما تتوصفش وشايفين القاع وشايفين النقشة النقشة لا فرشت معنا ولا فتح يعني زي ما شكلناها بالسكينة ودخلناها الفرن زي ما خرجت بالزبط اتمنى يعجبكم الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك وتشيروه مع صحابكو حبيبكو وتجربوا الوصفة وتكتبوا لي في التعليقات ايه النتيجة انا بصراحة عملت كباية قهوة قلت اخلص تصوير واستمتع بطعم القهوة لاني من عشاء القهوة بصراحة طعمه طحفة جدا وانا قربت واحدة للكاميرا بسم الله ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال والروعة اتمنى تجربوه وتكتبوه دي في التعليقات ما تنسوش تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوا قناة باسبوسة وتفعلوا جرس الكل عشان يوصل لكم كل اشعار بالوصفات الجديدة اللي انا بنزلها